تتواصل فعليات مهرجان العالمين الجديدة حتى يوم السادس العشرين من أغسطس الحالي تحت عنوان العالم عالمين وتستمر فعليات المهرجان على مداري خمسة وأربعين يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعليات الرياضية والمسابقات الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم وللمزيد من التفاصيل حول فعليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب بعد التحية محمد تشهد الآن فعليات رياضية وفنية تشهدها مدينة العالمين الجديدة هذه الساعة اطلعنا على المزيد لديك وضعنا في الأجواء نعم يعني بعد تحية بالفعل هو أسبوع مزدحم جدا من الفعليات الفنية والرياضية حيث انطلقت منذ يومين البطولة العربية للجود والتي تستمر فعلياتها حتى الثامن عشر من أغسطس بمشاركة عدد كبير من اللاعبين في مختلف الدول العربية حيث وصل عدد اللاعبين إلى أكثر من ستمائة لاعب ولعبة من اثنتين عشرة دولة ايضا هناك العديد من الفعليات الراضية التي ستقام عليها مش مهرجان العالمين نتحدث عن حدث رياضي خاص بيئة السيارات وهو عبارة عن مئة سيارة سوف تجوب شوارع مصر بداية من مدينة سفاجة مرورا بنهاية إلى مدينة العالمين الجديدة هذا الموكب يسمى هو موكب الفرعنة والذي حدث رياضي يقوم بأنعاش السياحة واستعراض الأماكن السياحية الموجودة في مصر نهاية إلى مدينة العالمين الجديدة أيضا نتحدث عن العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى كالجيتسكي وعروض الطائرات وغيرها من الفرق الموسيقية الموجودة هذا فيما يخص الفعاليات الرياضية أيضا نتحدث عن الفعاليات الفنية والأمسيات والحفلات فلدينا في هذا الأسبوع نتحدث عن أربع حفلات صفة قام في نهاية الأسبوع الخميس والجمعة نتحدث عن حفلة للمطرب حكيم والمطرب أنغام والمطرب محمد محسن وغيرها من الفرق المشاركة في هذا المهرجان أيضا على رأس الفعاليات الفنية يتم الآن الاستعداد وتجهيز لمهرجان الدراما المصرية والذي كان هناك بالأمس مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور الفنان الكبير يحيى الفخران أعلن فيها عن العديد من التفاصيل الخاصة بالمهرجان وعدد الأعمال الدرامية المشاركة وأيضا تكريم أبرز النجوم المؤثرين في العمل الدرامي في مصر وأفضل عمل درامي في 2013 في موسم رمضان المنصر يمكن هذا ما لدينا من جديد داخل مدينة العالمين وما يدور من فعاليات فنية وثقافية ورياضية شكرا لك مرسل التلفزيون المصري محمد الخطيب كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة شكرا لك